طب رد فعل الطيرات الليبرالية على نتيجة الانتخابات كان ايه احنا سمعنا ان كان في احداث حصلت في مدينة بوزيد بوزيد وبعض الناس اتهمت حزب النهضة بشراء الاصوات من خلال مشاهدات الاحداث ايه اللي ممكن يحصل هناك وقبل بس يعني مش عايز عدي النقطة السابقة انه برضو عايزين نرجع بعد كده نقول الشبه ما بين الاخوان وحزب النهضة ايه يعني نبدأ بالسؤال الاولاني نبدأ ايه فانو يعني هو بالنسبة للرد الفعل اولا فيه خلط ما حدث فيه سيدي وزيد ضم وضع مختلف عن رد الفعل على حزب النهضة وهنقول ازاي الحزب الرد الفعل الليبراليين او ما يسمى بالعلمانيين مثلا اي على فوز حزب النهضة في اغلبه العام هناك تفاهم وقبول في اغلبه العام يعني الطيرات الاساسية في المجتمع الاحزاب التي دخلت الانتخابات القوى الرئيسية في المجتمع السياسية مرحبة وعندها قبول مسبق بان النهضة تقود تشكيل حكومة جديدة ائتلافية ودليل على ذلك ان الاحزاب الرئيسية التي تلت حزب النهضة في عدد المقاعد وهي المؤتمر من اجل الديمقراطية بتاع المنصف المتزوئي والتكتل بتاع مصطفى بن جعفر مرحبة من البداية انها تأتلف معها في حكومة تحت قيادتها وعلى توافق وطني وما فيش تخوف او انزعاد كبير جدا من فكرة انها هيعمل دولة دينية صحيح فيش كوك واسعة وردك في نفس الوقت بين الطبق السياسي والمثقفين حوالين انه ممكن يبقى فيه ازدواجية في الخطاب ممكن يبقى القيادة بتقول كلام حداثي ولسه الكوادر مش متبنية نفس الخطاب الحداثي ده واحد بس ده ما يمنعش ان كان فيه صدود فعل بعضها متخوف زي مثلا ان يوم ما ابتدت تتم اعلان النتائج ويصهر فيها تفوق حزب النهضة باعتبروا الحزب الاول في المجلس التأسيسي مش حزب الاغلبية المطلقة مش خمسين زائد واحد زي ما قلت قبل كده نزل متظاهرين وتجمعوا امام المركز الاعلامي بتاع قصر المؤتمرات بتاع اللجنة العالية للانتخابات واحتجوا كان حوالي مئات وتم تصويرهم واعترضوا بس انا اتكلمت معهم اعترضهم رئيسي مش على مسألة صندوق الانتخاب جابنين ولكن اعترضهم الاساسي ان فيه تجاوزات شارك فيها النهضة وشارك فيها احزاب اخرى فيه شكوك حوالين ان هي تتضمن فلول الحزب الحاكم السابق اللي هو التجاوزات النهضة ضمن قائمة حزب النهضة لا لا دي قوائم كل القوائم فالمشكلة الاساسية انه الناس دي قالت ان فيه تجاوزات وفعلا فيه المراقبين او الملاحظين لان هم عندهم هناك ملاحظة محلية واجنبية سامحين بالملاحظة الاجنبية المراقبين قالوا ان فيه تجاوزات وصاحب النصيب الاكبر في هذه التجاوزات كان حزب النهضة واخد شكل ايه خادت شكل استمرار في مدرسة الدعاية في فترة الصمت الاعلامي اللي هي اليوم السابق للاقتراع ويوم الاقتراع اخدت شكل استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية لحزب النهضة وفي مهاجمة خصوم رغم ان الحزب نفس برنامجه قال يجب تحييط دور العبادة للمساجد عن السياسة وعن الحزب تشبه الوضع عندنا فيه تجاوزات بردك تشارك فيها حزب النهضة تتضمن بمحاولة رشوة ناخبين كي يدلوا بأصواتهم له رغم ان هم هناك اللجنة المشرفة على الانتخابات خادت اجراء للحد من ظهرة الرشوة او القضاء عليها رشوة الناخبين ان هي تمنع الناخبين من الدخول بالكاميرات المحمول اللي فيها التليفونات المحمول اللي فيها كاميرات للخلوة الانتخابية عشان ما يصورش يقول انا صوتت الكذا ويطلع بيها ياخد فلوسك كذا بالنسبة لسيد ابو زيد ده موضوع مختلف تماما موضوع سيد ابو زيد مركب جدا وعلى اكس يعني ما تم تناوله بسطحية حتى من وسائل اعلام وكالات انباء غربية موضوع سيد ابو زيد انت تعرفوا طبعا ان السيد ابو زيد دي مهد السورة التونسية اول ما كان اندلعت فيها الاحداث واعدت 11 يوم تقدم شهداء بمفردها قبل ما تنضم لها بقية الولايات المحيطة ثم كذا ما حدث انه على مادة اكتر من 300 يوم حتى اجراء الانتخابات لم يشعر موم الناس في سيدي بو زيد وهي منطقة بتسمى في القموس السياسي عند التونسة مناطق الداخل في مناطق الساحل ومناطق الداخل وهناك دائما شكوى من الداخل تجاه الساحل انه يحتكر الحياة السياسية والميديا الاعلام وفرص التنمية وانه في اهمال منذ الاستقلال سنة 56 في المناطق اللي هي الداخل اللي هي منها سيدي بو زيد العشر شهور اللي حصلوا بين السورة وإجراء الانتخابات لم تشهد المنطقة اي تطور يحسس الناس ان هناك عائد لتضحيتهم ومبرتهم بالسورة يعني لا في مشروع لتشغيل العاطلين لا المستوصف جديد او مستشفى جديد اتعاملت في مستشفى واحدة بس بيطلقوا عليها المدفن بسبب سوء الخدمة اللي فيها زي اللي عندنا يعني في الاحياء الشعبية وفي القرى اللي حاصل انه الناس لما دخلت تصوت كانت غضانة الحاجة التانية دخل عامل على الموضوع وهو ان في قائمة انتخابية اسمها قائمة العديدة الشعبية دي زعيمها يعيش في الخارج في لندن وعمل قناة اسمها المستقلة وحواليه شبهات انه كان متعاونا مع نظام بن علي ومسجل عليه بالصوت والصورة تصريحات في هذه القناة وكان هو بيمارس دور الدعاية الدينية لانه كان من النهضة سابقا وانشق عليه فمسجل عليه تصريحات بالصوت والصورة يمتدح ليلة ترابلسي زوجة بن علي باعتبار ان هي سيدة تحسن تربية ابنائها اسلاميا وهناك برضك على ما تستفهم حواليه المال الذي انشأ به القناة فالرجل ده نزل بقيمة ولانه ابن المنطقة فالناس صوتت له بعصابية المنطقة نتيجة ايضا كفرها بالسياسة فاخد العريضة الشعبية ايه اخدت اعلى الاصوات واكثر عدد من المقاعد في هذه الدائرة هذه هي الدائرة الوحيدة في تونس التي لم تحصل فيها النهضة على الاغلبية تونس او خدقها كمان اللي هنا حصلت على كل فالناس دول اخدوا عدد الشعبية دي خدت هذه المقاعد الطبقة السياسية والمثقفين بينظروا الى هذه القائمة اللي هي العدد الشعبية بانها اتت من المجهول ليس لها اي ماضي سياسي لا في المعظم ولا في اي بتاعتها وصاحبها حواليه شكوك كتيرة جدا ويعيش خارج البلاد فكانت صد بالنسبة للتونسيين ما حدث انه اللجنة العليا للانتخابات حين اعلنت المتائج الاولية العامة ليلة الخميس الماضي نتيجة الاطعون اخدت قرار بالغاء تمام مقاعد من 26 مقاعد حصلت عليها العديد الشعبية من ضمن هذه التامة المقاعد مقاعدها في سيدي بوزيد بالسهل كده ده وارد على الدنيا ده وارد على اساس انه طعون بمخالفات مخالفات منها مثلا انه اعضاءها في التجمع لان هناك عاملين قانون حظر السياسي ما ينفعش حد يخش مش زي مصر ما ينفعش حد يخش انتخابات وهو كان قياده في الحزب الحاكم السابق الى مستوى الخالية في حي او في قرية ده قلنا العزل السياسي حلوي يعني احنا يعني تونس اه متفعلا بقانون العزل السياسي كل من محسوب على نظام السياسي ويبقى الانتخابات بدون طوارق في تونس لحد اصغر خلية وبمواحظين من الخارج لحد اصغر خلية بمعنى انه زي المحليات كده اه يعني انت مثلا يعني ايه فرع الحزب في حي مصر الجديدة القيادات بتاعته الامانة بتاعته ما تنزلش انتخابات ياريت الكلام يوجه للناس فالحاصل اكمل الحكاية فالحاصل الموضوع اخرج اعلاميا وقبليه كان فيه تمهيد اعلامي فيه اللي هو ما يسمى بالساحل بقى اهل الساحل نخبة الساحل بتاعت الحكم والثقافة والاعلام اخرج اعلاميا بما حس بما جعل اهالي سيدي بوزيد يستشعروا ان هناك نبرة تمييزية قول عليها عنصرية ضده وفيها استخدام فيهم ان هؤلاء القراويين الجهلة شوفوا انتخبوا مين فقامت سيدي بوزيد عن بكرة ابيها بعد اعلان النتائج مع الغاء المقاعد بتاعتهوات واحرقوا مقر البلدية ومقر حل النهضة ورد فعال الموضوع مركب شوية انا فكر هاليك بأوجه الشبه بين حزب النهضة وبين الاخوان المسلمين شوفي هو هو الاتنين مرجعيتهم من البداية مرجعية يعني تنتمي الاسلام السياسي بس برضك علينا ان احنا ندرك ان الاسلام السياسي زي اي طيار في الدنيا زي الليبراليين زي الياساريين ما اليه ليسوا واحد وزي فيه الاسلامين كويسين فيه اسلامين وحشين لا بس يعني كل مبادئ اللي حرجت تختلف عليها بتختلف تماما عنها إنما اللي حاصل في تونس ان استطاعت حركة المهضة ان تطور من نفسها وان تنتقد ادائها السابق الاخوان المسلمين لما يمارسوا نوع من النقد الذاتي كان يجب عليهم ان يمارسوا نقدا ذاتيا لتاريخهم لانغلاق المحدودية او رجعية التفكير الاساسيات الفكرية بتاعتهم ليه تورطهم في العنف ليه تأثير العمل السري كل ده اتعامل في تونس حصلت مراجعة ثم هناك الناس اكثر تفعولا الاسلامين اكثر تفعولا مع المجتمع ليهم مصدقية لهم مجتمع لهم مجتمع يعني اكثر تفعولا مع المجتمع واكثر انفتاحا على قوى المختلفة طيب سيد كارم احنا قتلنا خلص بس ان عندي سؤال صغير بما انه كان في رقابة دولية اذا ما حالك قلت ان كان في مراهوين من الداخل ملاحظة دولية وملاحظة دولية التونسيين كان ليهم حق التصويت خارج الابلال ده تم عن طريق انهيقالية بس عشان نعرف ننقل التجربة لحكومتنا هو الموضوع الاول ما كانش عليه اي نزاع وده اول مرة يتحصل بالنسبة للتونسي برضا كان عندهم نظام بن علي زي عندنا لغاية دلوقتي كان مانع التونسي ان هم يصوتوا برضا انما هم بيصوتوا بينتخبوا يعني معنى ايه يعني التونسي في الخارج لهم تسعتاشر مقعد في المجلس التأسيسي اللي مكون من متين وتسعتاشر ده اللي الاول من بداية هذه الملاحظة لا تعني ان مش الملاحظة هذا الحق بدأ ب اولا ان الناس بتسجل نفسها في القنصليات بس انا عندي انا سؤالي بالتحديث عن الالية لان احنا عندنا دلوقتي مشكلة ان احنا القضاء رفضين انه القناصل والسفراء يقوموا بدور الاشراف على الانتخابات برا فشكرا عايزة عرف الالية لا الالية الالية اولا عندهم قانون واضح بتاع الانتخابات محدد ده ومحدد انه بيتم اختيار اللجنة اللي هي العليا للانتخابات مشرفة على الانتخابات بتتبحها لجنب فرعية في كل الدوايذ فبتقسم يقسم المقيمين الذين لهم حق التصويت من التوانسة في الخارج لدوايذ وكل دائرة بيتم اختيار لجنة فرعية لها بيبقى فيها شروط الكفاءة والحيادية وتتكون لجنة من 12 او 13 واحد بيضاء سرئيس بيتم التصويت في الكنسوليات والسفارات والعطارية الانترنت وليس هناك علاقة للكنسولية بالعملية التصويت كامل استاذ كارم يحيى كاتب صحيب نشكرك جدا نورتنا نورتنا فانا مشاهدين دي كانت نهاية فقرتنا فقرتنا اللي جاية هتكون عن المشكلات يؤثيرت حول تعذيب احد سجناء سجنتورة هتكون فقرة مهمة جدا مع عيدة لكن قبل بس ما نروح للفقرة الاخيرة بنفكركم مرة تانية لو حد حابب يشوف الحلقة تاني ممكن نشوفها على اليوتيوب تشانل بتاعتنا نهارك سعيد كلمة واحدة او ممكن توصل معنا على تويتر نهاركسعيد او على الفيسبوك بتاعنا نهارك سعيد نشوفكم بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة